موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدنا ومستمعنا الكرام يا مرحبو مسألة فيكم في برنامج تهيد برنامج تهيد برنامج تثقيفي توعوي مروري في كل حلقة أكيد سنتقلم عن موضوع وموضوع حلقتنا اليوم عن إحزام الأمان من الذين يحدثنا أكيد العميد محمد سعد الخارجي مدير عامل إدارة العامل المرور بوزارة الداخلية يا مرحبو مسألة يا أبو سعد مرحبا فيكم أبو سعد إحزام الأمان يعني نقول من السيارة منها وفيها وموجود وللأمان لنا ولكن الجميع يعني ما أقول الجميع استغفر الله الكثير ما يستخدمه وش مخلفته وش أضراره وش فوايده ولا شكل موضع عبث في السيارة وشي اثنين معظم الحوادث اللي بتصير عندنا والله يحفظ الجميع وتصير فيها الوفيات يصير أن الإنسان يطلع من السيارة يعني أثناء الحادث مع الجاذبية يطلع من السيارة فهنا يتصير أكثر الإصابات البليغة أو الإعاقة الدائمة أو حتى الوفا وهي كلها سحبة واحدة كلك بعدين ترى نشوف تصور أنت لما تتعود اتمنتك خلاص يصير معاك أول ما تركب السيارة يمكن حتى لو في البيت بتحرك السيارة من مكان لمكان لأنك تعود عروضه حتروح تشعب لأنها صارت عندك عادة وهي عادة حسنة إن شاء الله فإحنا نتمنى الواحد لما ما يستخدم الحزام يعني معظم الشباب دي ليش ما تخزين الحزام قال ولاني أنا ثوبي غترتي بيتعفس الثوب أنا رايح يعني هل يتعرض حياتك؟ بعض الأحيان يقول أنا ما أسرع يعني أنا أصلا قاعد أمشي داخل المدينة وإن شرعتي أو في داخل بروح للسوق وسرعتي أربعين صح؟ سرعتك أربعين ولا أقل؟ لكن هل ما تتوقع أن واحد ممكن يجي لقدر الله حق الإنسان من الخلف ويصدم فيه بعد أن تصير الحركة وإنت سرعتك أربعين؟ لكن هذا الحزام بعد أن فيه الحزام لإستخدام السيء يعني إشلون إستخدام السيء؟ يروح رابط الحزام وحطه وراء لما يشوف الشرطة ولا يشوف نقاط التفتيش يروح جاي أول شيء إن سيئين لو كان عندك واحد سلوكك جدا مرفيجك أصلا بيقول شوف صح يعني يبي يقولك أنك جبان وبألا بيقول أنك عيار وبتكون قدوة لو أن عيالك معك؟ لا أخذ بعد سلفة العيال لأن سلفة العيال أنا أقول لك بدأنا قصة عنها سلفة العيال أصلا تطلع جدا وأن أنت غير صادق هذه نفس الشيء مثلا في البيت يطق الباب يعلم ولده الشذب وهو صغير أنت موجود يقول له والله سأل عني فهد يقول له محد من الحين تعلمه الكبير وبدأنا تقول ليش شيء إذا صار كبير هذا بتعلم ولدك سلوك سيئ أيضا منك لأن الطفلي طالع ويحب التقليد فعملية أن أنت تخليل حزام خلف وتروح تجيب الأمام الحزام الأساسي أنه هو اللي يمسك من تحت الحوض وأيضا يمسك هنا عشاس أنه يمسكك في السيارة إذا حطيت هذا فقط بدون الجزء السفلي قاتل لأنه يمسك في البلعوم في رقبها في رقبتك فيقتل ما يفيدك فما تفيدك 500 ريال اللي أنت خايف منها بتعرض حياتك للخطر يجب أن يكون حزام الأمان أنه أنت تستخدمه مثل ما هو صنع له يعني على أساس أنه بيمسك الجزء أنت شوف الحزام بيجي كأول شيء في الجزء من عند الحق بالضبط أيوة وبعدين بيجيك لهو بالصدر فيمسك الإنسان لكن إذا أنت تستغني عنها وتخلي هذا هذا بيمسك في الرغب ويعرض حياتك للخطر وأنا أتمنى أنك أنت تأخذ المخالفة بس ما تسوي لأنه ممكن تنسى أنه عليه ولقد در الله يصير حادث أتمنى مخالفة أنا حر مضي أستخدم الحزام الأمان وإحنا نرد عليه نقول أوكي أنت حر ما عندك مشكلة لكن لما لا قدر الله يصير حادث لا تجي الدولة تقول تعالى عالجوني في المستشفى وروح دولك وحد يعالجك لأن أنت بتشغل مكان وسرير في واحد في حاجة له فإذا أنت تقول لي أنا حر ولا قدر الله صار لك حادث لا تجي طالب الدولة تقول تعالى ودوني وعالجوني ولا أنا بعد أنت روح حر إحنا حر أنا ما بيعالجك روح عالج مكان ثاني فهذا كلام مرفوض طبعا لأن أنا لما أسمح لك أن أنت ما تستخدم الحزام وتقول حر بكرة أنا بتحمل أعباء في شي أنا أقدر يعني عندي الحماية ولا الوقاية منها في شي ما يكلفك غيرك لك تكة هذه بس لصغيرة بتحمي حياتك وبتوفر على الدولة وبتوفر على الاقتصاد ومش هتشتغل ومش هتشغلي سرير في واحد في حاجة في حاجة لا أطلع منظر حضاري أشوف عيالي غلدوني يعني أشياء كثيرة ومن منها أيضا حياتك في الأساس حياتك في الأساس فما هي ما فيها حرية لأن أنت بتعتدي أيضا على حريات الآخرين بتجي بتكلف الدولة أشياء أنت في غناء عنها يا أخي أنت بتشغل سرير واحد محتاج لا لا قدر الله يقول لي قضاه وقدر نقول لي قضاه وقدر موجود لكن أعقلها وتوكل يا أخي هذا الكلام لا تقول أن كل شيء تربط على القضاء والقدر إذن بعد تعال يطلع لي في عمارة عالية يقولوا قضاء والقدر أنا برمي نفسي بشوف بعيش ولا لا ما في منطق مستحيل يكون من المنطق يعني فإحنا أنت كلام نقول صحيح هي كلها كلك ربط الحزام خل أولادك لما يشوفونك يكون أنت قدوة ومنظر الحضاري للدولة لما أنا أشوف الإنسان ملتزم بقواعد ودى بالمرور أول ما أجي أي دولة أزورها وأشوفها يعطيني انطباع جيد عن الدولة لكن لما تحصل الواحد بيتكلم في السماعة ومش ربط الحزام ومش يعني ومستهترف في قانون المرور فإذن لا تيجي بكرة لما يقول يا أخي أنت أنت تخالفوني ولا أنت قاعدين لنا التزم بقواعد أنا أقول دايما أقول لما واحد يحتاج أقول أنت طالع من البيت أحلف يمين لأن المرور ما يأخذ منك ولا ريال التزم بقواعد هذا بالمرور ما أحد يأخذ منك شي مستحيل تكون أنت صحي أنا مساعدة أو أبغى أوضح للمشاهدين إدارة المرور يعني هي ما لحطت أنها تأخذ فلوس عبث هي مو محتاجة فلوس مستحيل هي يعني يمكن المخالفات عشان تحد من اللي أنت تسويه الأخطاء اللي أنت تسويه نحن نعرف أن بعض الأشخاص ممكن يتفاقين مثل المخالفات لكن هي عشان تحد منها تحد من هذه المخالفات وما وضعت إلا لحياتك أنت شفت كل القوانين الموجودة حماية لك في الأساس لك أنت أول شي تحميك لا تتجاوز الإشارة أربط الحزام لا تسرع التزم بحدود السرعة لا تنشغل بغير الطريق شف كلها لك يعني كل القانون اللي وضع والمشرع اللي وضع زي ما الله خير مواضع حماية لك حماية لمستخدم الطريق ما هو ضدك والله مش ضدك لكن وضع لحمايتك وحماية مستخدم الطريق يعني وضع في الأساس لك راداراتنا موجودة طيب أنا عندي رادارات مخفية صحيح بعض الأحيان لازم أخليك عشان تحقق الرادار إذا أنت ضمنت أن الرادار على واحد كيلو ولا اثنين كيلو وبعدين أنا هنا بقد أسرع لا أنا بحط لك رادار في النص عشان أضمن أن أنا أقدر أخذك أخليك من أول الشارع لأن آخر الشارع تلتزم ما تتوقع رادار وين صحيح أن الراداراتنا بين لكن أنا الطريق مكتوب مراقب بالرادار اثنين سرعة الشارع مئة وعشري لا تتجاوزها يا أخي صحيح وإن شاء الله في الطريق مئتين وخمسين رادار إن شاء الله بين كل رادار كل متر رادار أنت مالك علاقة فيه مدام أنت ملتزم بقواعد وداب المرور ملتزم بحسود السرعة رابط الحزام أنت فالحزام ضروري ضروري ما وضع والله هي عبث في السيارة ولا إحنا نروح نستخدمها لإستخدام السيء أن نخليه في الخلف على أساس لما أنا أشاهد يعني مرة واحد يسوق السيارة وكان نقطة تفتيش يمكن هاي بس على عجال أنا أعرف أنه وقت ضيق فيقول لها لقى نقطة تفتيش فواحد من أخواننا الجانية العربية أبناء معه فالضابط نقطة تفتيش يقول لها يا أخي أنت تشوفني نقطة تفتيش ومش رابط الحزام قال والله أنا نسيت بس ما بي أربطها جدامك عشان ما أعلم أولادي الكذب من الصغر خلق تعطيني المخالفة عشان أقول لهم أن أشوف نتيجة أنا أخطيت أخدت له هاي عقوبتي فهي المخالفة لكن أنا ما بيعلم ولدي الكذب والله عصارة معنا في شارع النصر لأنه لولي بس بيعلم أولادي الكذب من الصغر فهو كان يبنيهم على الصدق فقال أنا ما لبسته على أساس أقول حق ولدي أن أنا لأني أنا ما لبسته أنا أخدت المخالفة فهي هذا الدرس له صحيح وحق أبناء وحق عياله فعله بالضغط أول شي علمهم أن شاءهم صدق وصريحين وصادقين واثنين علمهم أنه لأني أنا ما لتزمت بقواعدها داب المرور وتحسبت المخالفة تحسبت هاي في الكل يلتزم هذا لو سووها مرة مرتين عقوب كل ما يشهون شرطة قلنوا لي باي باي شرطة شرطة الأحزام فهذه فأنت تعلم ولدك يعني أنه رادار داخل السيارة عشان ينبهك وين المخالفة العميد محمد سعد الخرجي مدير عامل إدارة العامل المرور بوزارة الداخلية بيظه الله أجهك على الحضور وأيضا أترأك الحلقة يعطيكم العافية واشكركم الله يعافيك مشاهدين ومستمعنا الكرام أنتوا أيضا الشكر موصول لكم لمتابعة هذه الحلقة وإن شاء الله نحن وإياكم نستفيد من اللي نسمعه من سعدة العميد وأكيد إن شاء الله نحن نحافظ على الطريق ترى مثل ما قال تسحب الحزام وكليك والله ما يكلفك شي روح سالم وعود سالم وصلنا للختام وفي الختام تقبلوا مني ومن فريق العمل أجمل التحايا دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة